بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزر عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورفق كبير والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويظى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجلي ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أستقى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسبق عليهم كسسا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضل يا جبال أولي معه والطير وأنا له الحديد أنعمل سابرات وقدر في السر وعملوا صالحا إني بما تعملون مصير ولسليمان الريح أولوها شهر وغواحها شهر وأسلنا له عين الغطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزر منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محارب وتغاثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات يعملوا آل داود شكرا وغليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت فادا لهم على بوته إلا دابة الأرض تأكل من سأة فلما خرد بينة الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما نبثوا في العذاب المهيم لقد كان لسماء في مسكنهم آية جنتان عن يميل وشمال كذوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العلم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أول خمط وأثد وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السيير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا واظلموا أنفسهم واظلموا أنفسهم فاجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صباء شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوا إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل لعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا آذى قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل لله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في طلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أرني الذين ألحقتهم به شركاء كدى بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم بيعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يدنيه ولو ترى إذي الظالمون منقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا بل لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إهجاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسر الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مطرفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا إلا من آمن إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معافزين أولئك في العذاب محطرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عبادي ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير رازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمدون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا قرى ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عن ما كان يعبد آباءكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشا وما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان مكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقول الله مثنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نفيه لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الغاة وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علاه الغيوب قل جاء الحق وما يبرئ الباطل وما يعيب قل إن ضلرت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا خوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنا له التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويغذفون بالغيب من مكان بعيد وحين بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب ترجمة نانسي قنقر